بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطالبات الصف الثالث التعليم المستمر أهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد في مادة لغتي في درس من دروسها من هذا الفصل الدراسي الثاني كما يظهر على الشاشة أمامكم هذا هو درسنا لهذا اليوم استكمال درسنا الذي بدأناه سابقا الوظيفة النحوية نصب اسمئنا وأخواتها ورفع خبرها هذا هو الجزء الثاني من درسنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم نستارض معكم الكفايات المستهدفة التي بإذن الله سنكون قادرين على تحقيقها في نهاية هذا الدرس أولا تعرف إن وآخواتها التي تدخل على الجملة الاسمية ثانيا إدراك التغير الذي يطرأ على الجملة الاسمية عند دخول إن وآخواتها عليها ثالثا تمييز الفرق بين الأفعال الناسخة والحروف الناسخة في الهدف الثالث كما يظهر أمامكم هناك أفعال ناسخة وهناك حروف ناسخة هذا سنمر عليه بعد القليل بمشاعة الله نفتح جميعين يا أحبتي على الصفحة المطلوبة صفحة مئتين وثلاثة كما تذكرون يا أحبتي الأفعال الناسخة أخذناها في السابق من نذكرها من نذكرنا بها أحسنتم كانوا وأخواتيها هي أفعال ناسخة وهناك فرق أحبتي بين الأفعال الناسخة والحروف الناسخة ولي أهمية التفريق بين الفعل والفعل الناسخ والحرف الناسخ ركزنا درسنا الأول في هذا الدرس على هذا الجانب التفريق وتوضيح الأفعال الناسخة وتأثيرها على الجملة الاسمية انظروا معي يا أحبتي على الشاشة أمامكم الجملة الاسمية تتكون من ماذا؟ أحسنتم من مبتدأ وخبر تدخل كانوا وأخواتها على الجملة الاسمية فماذا تفعل؟ ترفع المبتدأ ويكون اسما لها يسمى اسم كانة أو اسم أحد أخواتها وتنصب الخبر ويكون خبرا لها يسمى الخبر بخبر كانة أو خبر أحد أخواتها إذن ماذا تفعل كانة؟ ترفع المبتدأ تنصب الخبر والأصل أن المبتدأ والخبر يا أحبتي مرفوعان كما يظهر يا أحبتي في الجملة التي أمامكم كانت خديجة امرأة كريمة الجملة في السابق بدون دخول كانت خديجة امرأة كريمة ولكن بعد الدخول كانت ماذا حدث؟ تغيرت حركة الخبر وحالته من الرفع إلى النصب ومن الضمة إلى الفتحة كانت خديجة امرأة كريمة كذلك عندما دخلت صارت على الطالبات حريصات عندما دخلت صارت أصبحت الجملة صارت الطالبات حريصات وكما يظهر يا أحبتي في بقية الأمثلة التي أمامكم ليس الحارسان مهملين كان الخليجيون حاذقين في صيد الأولو ماذا حدث هنا؟ تأثير كان أو أحد أخواتها أثر على الخبر في الجملة فتغيرت حركته وحالته انظروا ما يا أحبتي إلى هذا الجدول أمامكم الفعل الناسخ كان دخل على خديجة فخديجة أصبحت اسم كانة وعلامة رفعها الضمة كانت خديجة والخبر امرأة امرأة علامة النصب هنا لاحظوا علامة النصب وليس الرفع الفتحة الظاهرة على آخر الكلمة كذلك يا أحبتي في الطالبات الفعل الناسخ صارت صارت الطالبات علامتها الضمة أحسنتم حريصات والعلامة هنا هي علامة النصب هي الكسرة كذلك يا أحبتي في بقية الأمثلة التي سبق أن أخذناها في الدرس الماضي ليس الحارسان ليس الحارسان مهملين ماذا حدث؟ مهملين تغيرت حالتها من الرفع إلى النصب وألامتها من الألف إلى الياء كذلك يا أحبتي في حاذقين هيا بنا يا أحبتي نلاحظ إن واخواتها الحروف الناسخة ماذا تؤثر في الجملة الاسمية لاحظوا ما يبارك الله فيكم السماء ممطرة جملة اسمية بدأت باسم السماء فالسماء مبتدأ وممطرة خبر لاحظوا عند دخول إن على هذه الجملة إن السماء ممطرة ماذا تلاحظون؟ ماذا حدث هنا؟ فكروا معي ماذا حدث؟ ماذا تلاحظون؟ أحسنتم تغيرت حركة السماء من الضمة إلى الفتحة فبالتالي عند التغيير الحركة نستكشف أن الحالة كذلك تغيرت من الرفع وهي علامة من حالة الرفع وهي علامتها الضمة إلى حالة التي علامتها الفتحة أحسنتم إلى حالة النصب إذن ماذا تفعل؟ إن على الجملة الاسمية أحسنتم بارك الله فيكم تغير المبتدأ تغير حالة المبتدأ إذن ماذا دخل إلى الجملة الاسمية؟ دخل إن ما نوعه؟ اسم أم حرف هذا الإن أحسنتم إنه حرف حرف لا معنى له لوحده ما الذي تغير بعد دخول الحرف الناسخ على هذه الجملة الاسمية؟ أحسنتم تغير المبتدأ السماء فأصبح منصوبا السماء وعلامة نصبه الفتحة وبقي الخبر منطرة كما هو ومرفوعا بالضمة إذن تذكروا ذلك جيدا يا حبتي نستكشف هنا الفرق بين إن وأخواتها الحروف الناسخة وكان وأخواتها كان تركيزها على الخبر أما إن والحروف الناسخة أمثالها أخواتها فإن تركيزها يكون على ماذا؟ بارك الله فيكم على المبتدأ بارك الله فيكم ركزوا على ذلك جيدا وتذكرواه جيدا ماذا يسمى المبتدأ والخبر؟ ركزوا معي هنا تذكرون كان وأخواتها إذا دخلت على الجبلة الإسمية نقول اسم كان وخبر كان هنا عند الدخول إن أو أحد أخواتها على الجبلة الإسمية ماذا يصبح اسم المبتدأ؟ أحسنتم اسم إن والخبر خبر إن بارك الله فيكم يسمى المبتدأ اسم إن والخبر خبر إن الحرف الذي يحدث التغيير هذا إن ماذا يسمى؟ يسمى حرفا ناسخة إذن تذكروا ذلك إن أو أحد أخواتها التي سنتعرف عليها بعد قليل هي حروف ناسخة إذن لاحظت أن إن دخلت على الجملة أحسنتم الإسمية فتحول ماذا؟ أحسنتم المبتدأ من حالة من حالة ماذا؟ من حالة الرفع بارك الله فيكم إلى حالة النص وتغيرت علامة إعرابه من الضمة إلى أحسنتم الفتحة أما الخبر يا حبتي ألا وهو ممطرة فبقي مرفوعا ولم تتغير حركته الإعرابية لاحظوا جملة إن السماء منطرة نسمي إن ماذا؟ أحسنتم الحرف الناسخ نسمي المبتدأ السماء بعد الدخول إن عليها نسميه اسم إن والخبر نسميه خبر إن لاحظوا ما يا حبتي هذه الجمل أمامكم إن محمدا أعظم القدوات إن أبا بكر صاحب رسول الله ليت الصيادين مدركون كأن المسلمة جوهرة لعل القاضي لعل القاضي راجح العقل كأن الشجيرات رئة تتنفس ليت الزهرتين يانعتان إن الأمة مربية الأجيال هذه الجمل تحتاج إلى ملئها في هذا الجدول على غرار المثال الأول لاحظوا في الرقم واحد لدينا هنا إن هو الحرف الناسخ اسمه الأم إن الأمة مربية الأجيال إن حرف ناسخ الأم هو الاسم علامته الفتحة إن الأمة ومربية علامتها الضمة هيا يا حبتي نملأ هذه الفراغات أمامنا ثنان وثلاثة وأربعة لمدة دقيقة ثم نعود هيا بنا هيا بنا يا حبتي نستعرض الإجابات سويا لعل قاضي راجح العقل لعل هو الحرف مكتوب القاضي علامته القاضي الفتحة والخبر راجح ثالثا التي فيها مدركون أين هي الجملة أحسنتم رقم ثلاثة ليت الصيادين مدركون ثالثا ليت التي فيها مدركون أين الجملة التي فيها مدركون أحسنتم رقم ثلاثة ليت الصيادين مدركون إذن ليت الصيادين الياء مدركون الواو كأن المسلمة جوهرة مكنونة المسلمة الفتحة وجوهرة الضمة ننتقل يا حبتي إلى رقم خمسة وستة وسبعة وثماني التي فيها الألف والضمة أحسنتم التي فيها الألف إن أبا بكر إذن الحرف الناسخ إن اسمه أبا الألف ألامة النصب والخبر صاحب أما الشجيرات فهي الحرف الناسخ فيها كأن الشجيرات العلامة هنا هي الكسرة والخبر رئة والعلامة الضمة ليت الزهرتين ليت الزهرتين ألامة النصب هي الياء يانعتان والنصب ألامة الرفع هنا هي الألف آخر شيء يا حبتي رقم ثمانية لم يتبقى إلا هذه الجملة ألا وهي إن وإن أم الأمة مربية أو مربية الأجياء كما ورد يا حبتي في رقم واحد نستنتج يا حبتي سويا بعد أن ملنا هذا الجدول الآتي أن هذه الحروف التي أمامنا إن وكأن وليت ولعل تعرفنا الآن على حروف ألا أخوات إن هذه الحروف ناسخة تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها تذكروا ذلك جيداً أحبتي بارك الله فيكم شكراً لكم لتفاعلكم بارك الله فيكم تذكروا ذلك جيداً هذه الحروف الناسخة تركز جهدها على تغيير المبتدأ فتغير حالته من الرفع إلى النصب ومن الضمة إلى الفتحة من الألف إلى الياء في المثنى ومن الواو إلى الياء في جمع المذكر السالم شكراً لكم يا حبتي التقلقوا في الدرس القادم لاستكمال بقية فقرات درسنا السلام عليكم ورحمة الله